يعني واحد من التسبيح أو الكلام في المزامير مكتوب عابرين واد البكاء يصيرونه ينبوعا لهم كأنت كمسبح طبعا وضح لنا هاي الآية يعني وضح لنا الفكرة ساعدني الرب المزمور ده لي أو الآية اللي حضرتك قلتها دي لها مفتاح فضل يعني بيقول طوبة لأناس عزهم بك بك العز هنا مش الرفاهية عزهم بك يعني قوتهم لما يتكلم عن العز يعني يمينك معتزة بالقوة ده بيتكلم عن عظمة إيد الله مثلا طوبة لأناس عزهم بك هي بيقول فيها ببساطة شديدة طوبة لأناس قوتهم بك عندهم نوع من القوة مختلف عن القوة المادية والقوة الاقتصادية والقوة الشقوط الشخصية لا دول ناس يعني ربما يكونوا طائفة ضعيفة عفوا طائفة ضعيفة لكنها وضعت بيوتها في الصخر طوبة لأناس قوتهم بك عابرين قلقوا بيتك في قلوبهم أيها فعلا راحين ناحية السماء متوجهين في سكتهم وفي رحلة حياتهم عابرين في وادي البكاء مش يقول يصيره لهم الرب ينبوع القوة اللي خدوها منه قدروا يصيروا وادي البكاء لهذا الينبوع الجزء الجميل اللي كنا بنحكيه عن بوليس وسيلة بوليس وسيلة في السجن النهاردة إزاي يقدروا يعني إزاي يتحول هذا المشهد الكئيب مظلومين مضربين موجوعين مش عارفين اللي جاي شكله إيه ألقانين تعبانين حزنانين ظروف صعبة وأخبار وأمور صعبة لكن يجي المشهد ده تلاقي مثلا أنا بتخيل المشهد ده بوليس ينده يا سيلة أيها عم بوليس يلا حبيبي تعال نرنم دلوقتي يقولوا آه ده أحسن وقت النهاردة إحمن وسبح الله ونشهد عن عظمة الإله اللي إحنا ليه ويبتدوا بالترنيم والمساجين يسمعونهما لما يجي يقول على قصة أنه لما تزعزع السجن تزعزعت أساسات السجن أه أساسات العتب والقصة ببساطة شديدة جدا وصلت في مرحلة أنه أنه اتفتحت الأبواب وانطلقوا يعني لا ما هربوش زي ما سمعنا لكن حصلت معهم حاجة عجيبة جدا يقول وانفكت قيود الجميع أنا أؤمن أن الناس اللي بتعدي فوادي البكة بعظمة إلههم وبالاستناد والاتكال عليه وبتسبيحه ناس مختلفة خالص خالص عن اللي بيعدوا فوادي البكة حزنانين على روحهم وعلى ظروفهم وييجي عدو الخير في أزم كل واحد يقول شايف فلان يعيني عليك انت شايف فلانة يعيني عليك انت فتلاقي لتسبيحة كتم في حياة المؤمنين اللي من النوع ده لكن الناس اللي عزهم وقوتهم الكمالة بتاعت الآية بتاعت مزموعة 84 اللي حضرتك ذكرته ده يقول يذهبون من قوة إلى قوة تخيل يعني المشهد كله حزن وضعفه أسه وكسره ووجعه لا دول ناس يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله فأنا النهاردة بقول لشعب الرب في كل مكان أنادي من هذه النفذة يا شعب الرب ليك إله أمين ليك إله عظيم ثابت لا يتغير ليس عنده تغيير ولا ظل دوران أدعوك يا شعب الرب تترنم له بالقوة لأنه يستحق بتسبيح وبكل تسبيح القلب في اسم الرب يسوى المسيح بلت